منذ اختراعه عرف علم التصوير قليلا من التغيير ومع أن التجهيزات تطورت وتحسنت إلا أن التقنية بقيت على حالها مدئيا يدخل الضوء المنعكس إلى الكاميرا عبر العدسة التي تركز الضوء ومن ثم تحدد القصحية حجم الضوء الذي سيدخل كان ذلك قبل ظهور تقنية التصوير الفوتوغرافي الرقمي اليوم الكاميرات الرقمية منتشرة في كل مكان بدءا بالاستجاهات ووصولا إلى غرف الأخبار وانطلاقا من كاميرات الجيب لغاية الكاميرات ذات الصورة المنعكسة الكاميرات الرقمية متوفرة حتى في الهاتف والكمبيوتر تشبه الكاميرات الرقمية تلك العادية إلى حد بعيد ولكنها في الأساس ذات تكنولوجيا مختلفة تماما عندما تضغط على الزر لارتقاط صورة بواسطة كاميرا رقمية تفتح الفتحة في مقدمة الكاميرا تماما كما في الكاميرا التقليدية لينسل الضوء عبر العدسة ولكن بعد هذه النقطة كل شيء يصلح مختلفا لا يوجد فيلم في الكاميرا الرقمية بدلا من ذلك هناك جهاز إلكتروني يلتقط أشعة الضوء الواردة ويحولها إلى إشارات كهربائية يعرف بوحدة الشحن الضوئي المترابط CCD إن وحدة CCD هي عبارة عن مجموعة من ألاف أو ملايين الخلايا الفوتوفولتية الحساسة للضوء والتي يشار إليها أيضا بالبيكسلات تقوم عدسة صغيرة جدا موجودة فوق كل بيكسل بتركيز الضوء عليها كما يحرص فلتر ملون تحت العدسة على أن يحصل كل بيكسل على لون صاف واحد إما الأحمر أو الأخضر أو الأزرق إن البيكسلات غير موزعة بشكل متساون فعدد البيكسلات الخضراء يوازي عدد البيكسلات الزرقاء والحمراء مجتمع وذلك يعود إلى كون عين الإنسان غير حساسة للألوان الثلاث بالقدر نفسه عند هذه المرحلة تكون صورتك قد تحولت من ضوء إلى إشارة كهربائية ولكنها لم تأخذ شكلا رقميا بعد للقيام بهذه المهمة يقوم محاول إلكتروني من قياسي إلى رقمي بتحويل الإشارة الكهربائية إلى سلسلة من الأرقام الرقمية بعد ذلك يتم إدخال البيانات إلى شريحة كومبيوتر صغيرة تقوم بقراءتها ودمجها مع المعلومات المتعلقة بالألوان لإنشاء ملف صورة يتم تخزينه داخل وحدة ذاكرة النقالة وهذا اختراع باهر